هذا الطاجين سننسيكم في جميع الطواجن ديال الحوت سهل وسريع بطريقة تقطيع سمك حسرية لتخليه تشرب تسبيله بسرعة مع شرمولة الخضر المميزة تابعوا معي خطوة بخطوة مراحل التحضير السلام عليكم احبتي في الله لنبدأ على بركة الله اولا غنقطع الخضر اللي غنرفقوا بها الطاجين ديالنا فغادي نحتاجه الجزر جوج حبات من الجزر جميع المكونات غا توجدوهم مكتوبين في التفصيل في صندوق الوصف بالاسفل حبة من البصل اللي كل حجم ديالها متوسط والفلفل الحلو تنزول له زرعة دياله كدلك هاد الاجزاء اللي تتكون بيضاء اللي تتكون في الوسط اولا بداخل ديال هاد الحبات ديال الفلفل بالنسبة لطريقة ديال التقطع فتسبقاء اخسيارية الطريقة اللي غادي نعطيكم اليوم فهي تتسهل علينا المدة ديال الطهو كدلك ستعطينا واحد الجمالية لطبق اليوم فغا تتبعوا معي جميع المراحل ان شاء الله باش تستافدوا من كل الخطوات وتحضروا هاد الطاجين بطريقة مميزة سهلة وسريعة في نفس الوقت سبق وحضرت معاكم عدة انواع من هاد الطاجين ديال السمك فيمكن لكم ترجعوا للقناة باش تستافدوا اكثر وكل مرة نعطيكم واحد الوصفة اللي تتكون مغايرة ولكن تتكون مميزة اكيد فكيف ما غادي تلاحظوا معي بالنسبة لهذا الخضر غادي ندوزهم في الطحنة او لفة الروبو تنطحنوهم دون الافراط في الطحن يعني ما نخليهمش حتيتلق هاداك المدية لهم لاحظوا معي الشكل ديالهم كيفاش يكون بحالة تنهرمشوهم بهاد الطريقة تنخلطو كل الخضر اللي عندنا وما تتطلبوش لنا واحد الوقت كتير في الطياب ديال هاد الطاجين وبالنسبة لاطفال ديالنا كنلا ما تيبوش خضراء مثلا بحال البصلة او الخيزو كدلك فلفلة ولا شي حاجب حاكم تيبوهمش يكونوا بيني اللي نفات هادا هادا تواجن هادو فهاد الحيلة هي رائعة باش يكلونا الخضراء كاملة بلا ما يشعروا لاحظوا معي الفلفلة كيف ما قلت لكم تنطحنوهم بلا ما نخرجو منو مدك المدية لهم وبالنسبة للشرمولة فغادي نحتاجو التومة الطرية الى كانت عندكم كدك مجففة فيمكن لكم تعودوا هاد التوم طري استعملت هنا خمسة فصوص من التوم واحد الباقة من القزبر والمعدنوس باقة من القزبرة والبقدونس تقريبا نص بالنص يعني نص الكمية بقدونس والنص الكمية الاخرى قزبرة تنضيف عليهم عصير نصف حبة ليمون حامض وبالنسبة للتسبيلة فتنحتاجوا لكل من الكمون فلفل احمر حلو يمكن لكم كذلك تعملوا الشطة الى بيته زنجبيل سكينجبير القركم خرقم فلفل اسود بزار القليل من الشطة السودانية او لكنت عندكم هريسة كدك ممكن لكم تعاوضوا بها هاد الشطة الملح وزيت الزيتون اللي يمكن لكم تعاوضوا باي نوع من الزيت النباتية العادية سنضع القياز ديه ستتل مع الققبار وبالنسبة لهاد المكونات فغد نطحنوهم جيدا هدي هي الشرمولة دينا كيف ما اتبعتم معايا جميع الخطوات فهي خطوات لي سهلة وبسيطة وما تطلبش منه واحد المجهود عندي اهنا لا دوراد سمكات الدوراد اللي غسلتها مزيان فغد نقطعها من هاد الشيهة لاحظوا معايا سنقطعها على شكل مائل ضروري ما يكون عندنا سكين حاد او لا نطلبوا هاد الخطوة من البائع دي السمك لاحظوا معايا مني سنوضعوا الرأس دي السمك سيوقف لنا بهذا الشكل غادي نعبروا القياس دي الواحد سنتيمتر تقريبا حتى الجو سنتيم مثلا حسب الحجم دي السمكة اللي عندكم وتنقطعوا بلا ما نوصلوا يعني للطرف دي السمكة من جهة البطن تبقوا قابطين في بعدياتهم كيف ما تتلاحظوا معايا هاد جيها ما تنصلوش لها فلاحظوا معايا هاد شرائح تيجي ونرقاق تعطينا واحد شكل جمالي للطبق دي اليوم كذلك شرائح كما تتلاحظوا معايا رها رقيقة ضغيية ضغيية تتشرب لنا التتبيلة ما تتطلبش منه واحد يعني نخليوا الحوتها مشرم لها الواحد المد ولا شي حاجة غيتها نشرملوها وتنطيبوها مباشرة كذلك تتعطينا واحد شكل جمالي للطبق اليوم جد مميز ويمكن لنا نقدم هاد السمكة مثلا لضيوف ديالنا لما لعائلة ديالنا نقدموها لهم بشكل مغير مخالف شي حاجة لزوينة ورائعة فبالنسبة لديل دي السمكة رامس نزولوه شنخليوه كذلك لاحظوا معايا شكل ما شاء الله جميل بزاف يمكن لكم ما تستعملوش غير لادوراد مثلا اي نوع من السمكة الابيض ملء اختيار ديالكم متعملوه بنفس كيفية وهذا هو الشكل ديالها غادي نحطوه بهذا الطريقة في الطاجين ديالنا هنا عندي واحد نصف ديال حبة ليمون حامد لغادي نقطعها الشرائح لتتكون رقيقة فلاحظوا معايا السمك يعني تكون رقيق بزاف والان بالان يدي الطاجين عندنا حجم ديالها متوسط عندي هنا كيف ما لحتوا معايا البصلة مع الجزر تنضيفوا عليهم جزر معاق من الشرمولة اللي حضرنا تنتبلوهم بشكل جيد وغاد نوضعهم بالقاعدة ديال الطاجين فإلى كان عندكم مثلا عندكم السمكة كبيرة وعندكم الانيدي الطاجين كبيرة فيمكن لكم مضاعفة المكونات كذلك الفلفل تنضعو فيه الشرمولة تنشرملوه وتنوضعو بالطريقة اللي احنا بغينا فيمكن لكم تخلطوا كل المكوناتها مع بعديتها كيف ما يمكن لكم مثلا الجزر مع البصلة والفلفل تقطعوهم الشرائح وتخليهم يعني عاديين توضعهم في الطاجين ديالكم راس بقو حضرت معاكم عدة طرق ديال الطواجن ديال السمك يمكن لكم تستفدوا منها وهذه الطريقة اللي مختلفة كذلك عندي هنا واحد الحبة ديال الطماطم طرية طحناها بطحان الكهربائي يمكن لكم غير تحقوها بالحقك من الجهة الغليظة تنضيفو عليها شوية من الشرمولة وتنوزعوها سنوضعو السمكة ديالنا بالاعلى بهاد اه يعني سنحاولو نفتحو هاد الشرائح ديالها ونعطيوها شكل مقوس كيف ما تتلاحظو معايا تنوضعو الرأس لاحظو معي الشكل ديالها ما شاء الله شي حاجة للطب شي حاجة لزوينة ومغايرة مختلفة فهالطواجن طواجن اللي تتكون صيفية بامتياز تنضيف الشرمولة لهاد الشرائح ديال السمك كيف ما قلت لكم را ما تتطلبش مننا واحد الوقت كثير ضغياء ضغياء تنوجزوها يلا كانت عندنا السمكة ديالنا نضيفها را غير خمسة دقيق حتى العشر دقيق هاي جاهزة تت اه يعني ما تتطلبش مننا حتى الوقفة في كوزينة كثيرة وكيف ما لحتوا معايا الكيف هي ديال تقطاع ديال الخضر بسيطة بزاف ورقيقة هذا اللي غادي خلينا ربحو الوقت كتر في المدة ديال الطهو مسلا نضيفو لهالطاجين اللي ملتاشي حاجة ضفت هنا الفلفل الحار غادي نضيف شوية ديال الشرمولة بالفم ديال هاد السمكة باش نزليها مع دوكل الاطراف اللي اللي سيكونوا في الجناد جاهمو يتبلو وغادي نخليو الطاجين ديالنا على نار مهي للمدة ديال عشرين دقيقة حتى نص ساعة تصبح جاهز فالطاجين ديالنا صباح جاهز رائحة يا سلام ما شاهدكم ان شاء الله تعملو تطبيق ديالكم بالبيوت ديالكم واكيد غادي يعجبكم صحا وراحة دمتم لنا اوفيا والسلام عليكم اشتركوا في القناة